بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بفضل من الله ونتيجة للدعم الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يسرني أن أعلن عن نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام 1443 وخلوه من أي تفشيات أو مؤثرات على الصحة العامة وهو بحمد الله انعكاس للتكامل بين جميع الجهات الحكومية وانطلاقا من حرص القيادة الرشيدة بالمحافظة على صحة الإنسان وسلامته تم تقديم الخدمات الصحية في أكثر من 230 منشئة صحية عبر جميع القطاعات الصحية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وقد تشرف في تقديم الخدمات أكثر من 25 ألف ممارس صحي وساندهم فيها أكثر من ألفي متطوع كما بلى عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية نحو 130 ألف حاج كما تم إجراء 10 عمليات قلب مفتوح وأكثر من 187 قصطرة قلبية إضافة إلى 447 جلسة غسيل كلوي مع تقديم خدمات افتراضية عبر مستشفى صحة الافتراضي لأكثر من ألفي حاج وعلى الرغم من استمرار الجائحة ورفع المستهدف إلى مليون حاج إلا أنه لم يرصد سوى عدد محدود من حالات كورونا في المشاعر المقدسة بلغت 38 حالة دون تسجيل حالات ثانوية وتم التعامل معها وفق البرتوكولات الصحية مع تسهيل أدائهم لمناسكهم كما أشيد بدور الجهات الحكومية المشاركة والتكامل في تقديم الخدمات والتي كان لها دور بالغ في إنجاح الخطط الصحية لحج هذا العام ولله الحمد من خلال التعاضد والتعاون على مختلف الأصعدة كما أشكر كافة الممارسين الصحيين من جميع القطاعات على تفانيهم وجهودهم والشكر موصول لفرق التطوع الصحي المساندة وختاما أدعو الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة